أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بقصبان والنجم والشجر يحجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطغر في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تحسر الميزان والأرض رضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخان وخلق الجن من مالهم من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يتقيان بينهما برسف لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللقل والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحرق الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى مثه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استقعتم أن تنخذوا من أقطار السماوات والأرض فالخذوا لا تنخذون إلا بصمقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شراف من نار ونعاص فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شطت السماء فكانت مردة تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إن صول جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بصمام فيرفض بالنغاص والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جننم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خوف مقام ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على خوف بقائنها من إذ أبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قافرات الطرف لم يطمئن إن صل قبلهم ولا جاءان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الله تالف بأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونحن ورما فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 ترجمة نانسي قنقر